يا مسائل خير يا جماعة وحشتوني قوي. بنت جالي دلوقتي بتقول لي عايزة عشا. فاقلت عملها عشا في السريع كده. اول حاجة هنتديها نسمي الله ونصلي على حضرة الرسول. في بطين معي. انا حطيت بطينة سلقه. وهرش برشة ملحة خفيفة. جبنة كسرونة على النار. او طاصة زغنونة. هنا هنقطي فيها معلقة زبدة. بس تكون الزبدة بتاعتنا كويسة. عشان النتيجة تطلع حبا. هنحط كمان يا جماعة معلقة زيت زغنونة. معانا بصل زغن اللي بها كويس. لحد ما دب بالمعانة. طريقة الجودة التركي يا جماعة لانا بعملها دي. بشارة طمطنية حلوة كده يا جماعة. وهنضفها خلاص البسطة. دب المعانة. ما ننساش يا جماعة لصلي على حضرة الرسول. الله ما صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. خلاص يا جماعة ضيفنا الطمطة زي ما انتم شايفين كده. هضيف عليها حوالي نصف قرن فلفل رومي. مقطعها قطعها قطع صغيرة. وضفت كمان حتة زبايسي كده. كمان معانا فص طم واحد. نس معلقة بابريكا. وكمان رجع معلقة مال. ورشة فلفل اسود. هنقلبهم كويس لحد ما يسبقوا معانا تماما. شايفين يا جماعة الجمال. خلاص الزبدة فصلت عن البصر. كده يا معنى كده ان هيك تسبكت كويس. خلاص يا جماعة سلاة البطين. انا اطلحهم كده. قطع تاني اتنين. خلاص يا جماعة هنضيفه كده. لو عند الكبنة بقى مدزاريلا ممكن تضيفيها. انا ما عندش جبنة مدزاريلا متحدة الوقتي فعندي ايه? جبنة مبشورة رومي. هنضيفها كده. ما شاء الله على رحيتها تجنن. اللي حبيبها يوم يعملها حاجة. شايفين يا جماعة الجمال بس نازم ان تغطوها او ما تضيفوا عطول الجبنة دقيقة واحدة. شايفين يا جماعة الجمال. ده احلى عشان احلى بنوتة في الدنيا. يا رب الفيديو اشتركوا في التعليقات.